بعد غموض لف مصير تشيك السياسي لشهرين يعلن الرئيس تشيكي ميلوش زيمان تعيين بيتر فالا رئيسا جديدا للوزراء ذلك الغموض جاء نتيجة تدهور الوضع الصحي للرئيس التشيكي الذي أدخل المستشفى عقب خسارة أنصاره الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر اكتوبر الماضي تلك الانتخابات التي كانت ضربة للطيار الشعبوي في تشيك فاز فيها بيتر فالا الذي يترأس تحالف معه والذي يضم الحزب الديمقراطي المدني اليميني وحزب توب صفر تسع اليميني أيضا وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي من تيار الوسط بيتر فالا الذي يتجعم تحالف معه حصل على 108 مقعدة في البرلمان المؤلف من 200 نائب مع اتلاف آخر يضم حزب القراصنة ووفقاً لوسائل أعلام تشيكية فإن قرار تكليف فالا بتشكيل الحكومة جاء بعد تحسن الوضع الصحي للرئيس الذي غادر المستشفى لأيام قليلة ما لبث أن عاد إليها جراء إصابته بفيروس كورونا ويأتي تعيين بيتر فالا رئيساً جديداً للوزراء في وقت تعاني فيه جمهورية تشيك من آثار جائحة كورونا وأزمة الطاقة والحاجة الملحة لمعالجة قضايا الميزانية الانتخابات النيابية الأخيرة في تشيك أخرجت الحزب الشوعية من البرلمان للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية بعدما فشل الحزب في الحصول على عتبة الخمسة بالمئة من الأصوات التي يحتاجها أي حزب لدخول البرلمان